بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بحضراتكم جميعا النهاردة ان شاء الله المحاضر رقم 33 هنتكلم على هنتكلم على الصحة المهنية من ناحية الانفكشن كنترول الانفكشن كنترول هي من الحاجات اللي هي مشتركة ما بين قسم السلامة والصحة المهنية وقسم مكافحة العدوى احنا بيهمنا منها من القصة من ناحية الانفكشن كنترول هو بقى بيركز بالحاجات التانية بتاعت اللي هو التعرض العمل للمخاطر اللي هي المخاطر الفيزيائية والحاجات الريليتد بالانفيرومنت والضوضاء والراضييشن والحاجات دي كلها لكن احنا يهمنا الجزء بتاع الانفكشن كنترول لو انا تعرضت الميكروب معين يهمنا الجزء البيولوجيكي هو بقى الفيزيكال والكيميكال مع الجماعة بتاع السلامة والصحة المهنية في مستشفات بيبقى فيها الثلاثة اقسام قسم سلامة وقسم انفكشن كنترول وقسم اكيوبشنال هيلز تمام فبقسم الانفكشنال هيلز ده بيبقى واخد الحتة دي من انفكشن كنترول هتتكلم على البوست اكسبوجر بروفيلكسز لو انا تعرضت للارجانزم معين او نديزيز معين المفروض ايه الاجراء اللي تعمل تمام سواء كنت هاخد بقى اي ميديكيشن او هيحصل لي من الشغل هاخد اجازة لحد ما سواء كان ظهرت علي اعراض او ما صهرتش فكل ده هنتكلم على ده نهاردة ان شاء الله ماشي هنبتدي بالاميونيزيشن في 8 تطعيمات المفروض ان الهيلز كير برسونال يبقوا مبطعامين بيهم او معاهم ما يثبت منعتهم ضد الامراض دي تمام طبعا مش كلهم انديكيتل للهيلز كير برسونال يعني مثلا حاجة زي الهيباتيتس ايه للابوراتيوري سطاف اللي بيتعاملوا مع العينات بتاعت الهيباتيتس ايه فده مش لكل حد ومش للمثلا لو انا عندي مطعم هل انا الموضوع انديكيتل بالنسبة لي ان انا ادي له برسونال يعني ايه اه اه روتين لا الموضوع مش روتين تمام الا لو الريجوليشنز بتاعت البلد بتنص على ده ساعتها هتلتزم بالريجوليشنز تمام فهم تمانية مش كلهم اشهر حاجتين طبعا هم انت بتدور عليهم هم الهيباتيتس بي والانفلونزا الهيباتيتس بي غالبا بتديه للناس اللي هي هيتعرضوا لأي بلد أو بادي فلويدز أو هيحصل لهم أي لحاجة انفكشوس خارجة من المريض انت الأول بتشوف العامل ده أو الموظف ده هو اميونيزد ولا لا لو مش اميونيزد انت بتديله الفكسين وبعد كده بتشوف ايه الاميونيزيشان استيتس بتاعته والانفلونزا بكسين طبعا بيتاخد دوز كل سنة طيب الحاجات التانية غالبا بتبقى هي عبارة عن برامج تطعيم يعني مثلا خدناها وإحنا صغيرين أو أول ما تولدنا أو كده ولكن المفروض ان هو يبقى معا ما يثبت ان هو الطعم أو معا ما يثبت منعته تمام يعني يا امه يبقى جايب ان هو فعلا واخد التطعيم ده أو ان هو اميونيزد ضد الديزيز ده تمام سواء كان انت تست بقى انت هتعملهله في المعمل أو هو جايب تستمعه من معا ما البر وكل ده ضلعا بيتحط في حاجة اسمها الهيلس الامبلويهيلس فايل بتاع كل موظف يعني انت خلي عندك لو قسم مكافحة العدوى بتاعك في المستشفى هو المسؤول عن القصة دي خلي عندك لكل موظف حاجة اسمها الامبلويهيلس فايل ده بيبقى فيه التطعيمات اللي هو واخدها فيه الشهادات الصحية اللي هو جاي بيها يعني احنا عندنا مثلا في مصر فيه النموذج اللي هو اسمه مية و مش فاكر مية وعشر على مية وحداشر مية وعشر ده مثال بتاع الجيش اه تقريبا نموذج مية وحداشر تمام اللي هو بتاع بتاع الكشف الطبي على الموظف في التأمين الصحي ده بيبقى موجود في الملف بتاعه اي اجهزات مرضية بقى اخدها اي تطعيمات اخدها اي حاجة اي evidence لازم ابعك ورقة او evidence انك انت مديله يعني مثلا خدت تطعيم السنة دي في شهر 9 او في شهر 10 خدت تطعيم تعليم فلونزا بتكتب الداتا دي كلها وهو بيمضي عليها وبتحطها في الفايل بتاعه او انت بتمضي عليها انك انت طعمته وبتحطها في الفايل بتاعه تمام نفس القصة بتاعت بتعمله التحليل بتعمله بياخد الثلاث جرعات وبعدين بتعمله التحليل بتاع السيرفس انتي بادي ويطلع بوزاتف بتحطه في الفايل بتاعه ان هو خلاص الشخص ده بقى immunized agenist hepatitis B فلازم تبقى ايه تبقى عندك القصة دي لو تبع القسم بتاعك لو مش تبع القسم بتاعك ما تشلهاش لان ده شغل كتير وعايز متابعة دورية بشكل مستمرة ولو ما عندكش سيستم هيcontrol القصة دي هيتعبك جدا فبلاش انك انت ايه تلبس نفسك في حوار انت في غنى عنه لو عندك قسم بتاع occupational health او لو الجماعة بتقول السلامة وصحة المعنية ايه تبترخيرهم يشيلوا القصة دي ببارك الله فيه تمام طيب ايه هم الاول واحد الهيباطايتس ايه الهيباطايتس ايه لللاب الجماعة اللي بشتغله في اللاب الانديكيشن الجماعة اللي بشتغله في اللاب او بياخد مشتبعنا اوي في الهيلس كير بياخد واحد ميلي جرعتين اي ام زيرو و سكس زيرو اللي هو الجرعة اللي بياخد فيها اليوم اللي بياخد فيه الجرعة يعني لو خد النهاردة اربعتاشر اتناشر يبقى بعد ست شهور هياخد الجرعة الثانية اللي هو اربعتاشر واحد اربعتاشر اتنين اربعتاشر ثلاثة اربعتاشر خمس اربعتاشر ستة اربعتاشر سبعة تمام سكس يعني بعد ست شهور من الزيرو ماشي طيب هباطيتس بي أي حد بيتعامل مع بلود برودكس بودي فليويدز أو أي سيكريشنز أو إكسيكريشنز إنديكيتد إن هو ياخد هباطيتس بي زي مين طبعا الأطباء التمريد مساعدين التمريد عشان بيعملوا كير للبيشنز هو بيعملوا الانفيرومينتال كيلينج بتاع الألات والأدوات وكده الهاوس كيبينج عشان بيتعاملوا مع الويست الجماعة بتعاملوا المغسلة عشان بيتعاملوا مع الكنتميناتد لينين الجماعة بتعاملوا المعمل عشان بيتعاملوا مع السيروم والبلود الجماعة بتعاملوا بنك الدم مين تاني الجماعة بتعاملوا لو أنت عندك قسم مفرمة الجماعة بتعاملوا المفرمة كل دولة إنديكيتد إن هم ياخدوا الهباطيتس بي بكسين الهباطيتس بي بكسين هو عبارة عن تلق جرعات بيتاخده برضو IM اسمها الدلتويد مصل بيتاخد 016 يعني بيتاخد عينة 0 14-12 بعدها بشهر بيتاخد العينة التانية اللي هي 14-1 بعدها بست شهور من الزيرو بيتاخد العينة التالت اللي هي زي أي هتبقى 14 14 كام احنا قلناها من شوية 14-6 أو 14-7 المهم 0 من الجرعة الستة أو خمس ستة من الجرعة الزيرو أو خمسة من الجرعة الاولى يعني بعد خمس شهور من الجرعة الثانية اللي بقى هدت لغبط 016 يعني اول جرعة النهاردة تاني جرعة بعد شهر تلك جرعة بعد ست شهور من الزيرو مش ست شهور من الواحد ست شهور من الزيرو عشان الناس زي ما بتطلغبط فيها ست شهور من الزيرو أو بعد خمس شهور من الواحد تمام طيب الجرعة الثالتة ينفع تمتد من ستة لحد 12 شهر يعني ينفع تدقاء في خلال سنة من الجرعة الزيرو من الجرعة الاولى يعني تمام طيب لو انت مش متوفر عندك مثلا الفكسين أو في مشكلة في الاستيراد أو كده ينفع تأجل جرعة الثالتة لحد ست شهور كمان يعني لحد سنة من الجرعة الاولى الكريتكل فيهم هي الجرعة التانية يعني حاول بقدر الامكان كده تدي الجرعة الثانية في معادها علشان ما تبدأش ايه ما تضطرش ان كده تعدي الفكسين من الاول وفيه ناس كتير بيش بياخده أو ياخد بياخد جرعة واحدة وممكن ما يدورش تاني او بياخد الجرعتين وما يدورش على الثالتة تمام فانت برضو زي ما قلنا في خلال سنة ممكن تديله جرعة الثالتة طيب كنت هقول حاجة هنا مشي انا يعني هاول افتاكرها احنا وبنكلم طيب خد كنت هازه اقول حاجة مهمة بس نسيت ماشي ما علينا خد التلق جرعات امتى بيعمل التحاليل اتليست بعد شهر يعني بعد شهر من الجرعة الثالتة بيعمل بقى السيرفز انتبادي تمام لو السيرفز انتبادي بوزيتف بوزيتف يعني كام يعني اكتر من عشرة يبقى الشخص ده خلاص اميونيزد طيب لو السيرفز انتبادي بيحصل ايه ايه حاجة مشهورة ولكن هي مش صح انه هو بياخد بوستردوز بياخد جرعة ربعة الكلام ده ما فيش منه هو بياخد ثلاث جرعات تانيين بياخد ثلاث جرعات تانيين صفر واحد ستة برضه وبعد شهر من شهر لشهرين بيعمل الانتبادي تاني بيعمل السيرفز انتبادي او الانتي سيرفز انتجن زي ما دي سموه او التتر التلاتة دولة مسمى لنفس التحليل تحليل الاجسام المضادة الفيروس بي لو طلع اكتر بعد بقى خلاص بعد ما خدت الثلاث جرعات التانيين لو طلع اكتر من عشرة يبقى خلاص بقى اميونيزد لو اقل من عشرة هياخد تلاتة تلتين لا هيبقى الشخص ده اسمه غير مستجيب طب لو حصل لحد عنده بطايتس بي ساعتها هياخد الاجسام المضادة دايريكت هياخد الاجسام الاميونيجلوبيولينز هياخدها جاهزة كلام ده هنقوله بعد شوية في المحارف طيب فيه بقى باكسين فيه هيبطايتس اي هيبطايتس بي يعني ما شفتهوش قبل كده بصراحة احنا بنستخدم عندنا في المستشفى اللي هو بتاع الثري دوزز ده الامفلوانزا باكسين زي ما قلنا لاي حد بيتعامل مع هاي رسك بيشونز زي مين زي الجماعة الاميوني كومبرمايز الجماعة الاجد النيونيت الجماعة اللي في هاي رسك بقى الجماعة اللي عندهم كورونيك بياخدوا الان اكتيفيتد ده بياخدوا مرة بياخد نص نص ميلي اي ام بياخدوا مرة كل سنة امتى بيبقى غالبا في الشهور اللي هو قبل بداية الشتاء بيبدأ من شهر تسعة يعني الاشهر انها بيكون غالبا في شهر تسعة وشهر وشهر عشرة قبل ما السيزون بتاع الشتاء يخش تمام طيب عندنا ايه تاني عندنا الام ام اار اللي هو الميسلز والمامز والروبيلا اللي هو اسمه التطعيم السلاسي من اللي الانديكيتد لي الانديكيتد لي اي حد تولد قبل سنة سبعة وخمسين ولسه عايش يعني تمام هو ما عندهوش افيدانس ان هو اتشخص قبل كده ميسلز او معاه تحليل يثبت ان هو خلاص اميونيز تمام او معهوش حاجة تثبت ان هو خد الفاكسين ماشي يبقى اي شخص اتولد قبل سنة سبعة وخمسين ومش معاه افيدانس ان هو فيه دكتور شخصه قبل كده انه عنده حصفة او معاه تحليل من المعمل ان هو عنده الانتيباضيز او عنده الاميونيتي اجينيز الميسلز او المامز او الروبولا او معاه ما يثبت ان هو باخد الجرعتين بتوع الفاكسين طبعا احنا زمان كانت شهادات الملواجد بتاعتنا كانت هي دلوقتي كمبيوتورايز زمان كانت بتكتب فيها التطعيمات يعني كان فيها جداول كده من وراء يتكتب فيها ان هو اخد تطعيم كذا شهر كذا سنة كذا ودلوقتي متهيالي لسه بيتكتب برضو فيه كل طفل معاه زي كراسة كده اسمح ايه ايه حتى لونها ازرق للولد ولونها بنك للبنات بيتكتب فيها بيتسجل فيها برضو التطعيمات دي فدي افيدنس ان هو اخد التطعيمات ماشي طيب البوليو برضو نفس القصة اللابس طاف اللي بيتعامله مع العينات دي او لو اي حد من هيتعامل مع ماشي بيتاخد تلك جرعات اول جرعة او اول جرعتين بيبقوا سيباريت اتليست بشهر والجرعة التالتة بعدهم باق حوالي من 6 ل 12 شهر من الثاني يعني من الجرعة التانية بياخد بعد الجرعة التانية ب6 شهور من 6 ل 12 شهر زي كده الهيباطايتس بياخد الجرعة الثالتة طيب عندنا ايه تاني الت اللي هو بتاع التيتانوس والديفتيريا برضو انديكيتد لأي حد ما عندهوش هستوري انهو واخد التطعيم ده او اكتر من 10 سنين من اخر جرعة بياخد ايه بياخد 3 دوز IM 0 1 والجرعة الثالتة بتبقى من شهرية ل6 شهور ماشي لو حد بقى اكتر من 10 سنين واخد اخر جرعة من اكتر من 10 سنين بياخد 1 دوز اللي هي البوستر دوز ماشي البرتستس برضو نفس القصة لو اي حد هيتعامل مع المرضى دول او ما عندهوش ما يثبت المناعة بياخد نص ميلي 1 دوز طيب الفاريسيلا لاي حد نون ايميون يعني اي حد ما عندهوش افيدنس مش جايلك بايفيدنس انهو مطاعم او انهو دياجنوز او معا او عنده الاجسام المضادة بياخد الحاجات دي برضو نفس القصة نص ميلي صفر هم جرعتين اول جرعة زيرو تانية بعدها ايه باربع اسابيع من شهر لشهرين تمام طيب دي بالنسبة للمشاهدة طيب الحاجة التانية بقى اللي هي الاكسبوجر وال والبروفيلاكسيز البوست اكسبوجر بروفيلاكسيز ماشي هنبدأ بمين هنبدأ طبعا باكتر حاجة بتعمل قلق عندك في المستشفى هو الـ تي بي اصلا انا اتعملت مع عيان تي بي اصلا اتعملت مع عيان تي بي وما كنتش واخد احتياطاتي وما كنتش لابس الواقيات اكتر حاجة بتحصل تمام سواء كان المريض موجود او مش موجود هو ليه بيقولك هنا whether or not a patient is present حد يفتكر كده يقولي ليه مرة ثانية السؤال دكتوري السؤال احنا قلنا ان هو اي حد بدخل غرفة مريض سواء كان المريض موجود او مش موجود ليه قال سواء كان المريض موجود او لا في امكانية للانتقال دروبلت ما هو بيتنقل ايربورن مش دروبلت بس لو دروبلت ميمدى باولى ان هو المريض بقى موجود عشان اتعرض للدروبلت طب ممكن تكون اثار للأيربورن مش زي الكونتاكت والدروبلت الكونتاكت والدروبلت محتاج انها كده تتعامل مع المريض او محيط المريض فده ديريكت ترانسميش تمام الدروبلت محتاج انها كده تتعرض بالمريض تتعرض للدروبلت بتاعه بشكل مباشر في مسافة اقل من واحد متر تمام او راكب معه طيارة او عايش او ساكن معه او كده لكن الـ مش محتاج كده الـ يعني لان الـ موجودة في الـ تمام فعلشان كده هو وعشان كده هو قال لك ايه لو دخلت الـ الـ سواء كان المريض موجود او لا تمام او حد شارك في رسول تييب عيان عملوله يعني او ساكشان عيان عملوله ساكشان اي اجراء يتولد عنه او برضو يتولد عنه تمام او يعني اتعامل مع عينة مريض عنده تي بي سبيوتا او اي حاجة تمام او عمل مينتنانس او او سيت اوب ل الـ 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 او 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 الـ الـ في مريض موجود مريض الـ موجود فيها تمام وكل دا زي ما قلنا كل دا ايه non-protected exposure يعني ما كانش لابس N95 تمام فالناس دي indicated ان هما ايه طيب الناس اللي اتعرضوا دول الناس اللي اتعرضوا دول المفروض اعمل معهم ايه اهو 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 الـ 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 اهو بيقول لك if there has been unprotected exposure of healthcare worker to TB بتعمله TST بتعمله Tuberculine Skin Test بتعمله baseline يعني في اليوم اللي هو تعرض فيه او as soon as possible تمام او انك انت تعرف ان result يعني 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 ممكن مسلا يكون دكتور في الاشعة بياخد مسلا عينة من العيان وكان واخد رحته وما كانش شاكك ان العيان ده بتحصل كتير جدا جدا تمام دخل ياخد عينة يعني احنا احنا بنشوفها عندنا في المستشفال هو في long mass احنا طبعا مستشفى oncology في long mass long mass دي ممكن تبقى tumor وممكن تبقى TB تمام فياخد long mass يعملها تحليل تحليل لوها تحليل لوها TB طيب الدكتور كان لابس 95 لا ما كانش لابس 95 تمام فساعتها ايه ده اسمه unprotected exposure ف just انك انت عرفت النتيجة لا الدكتور ده هتعمله ايه هتعمله tuber skin test طب لو tuber skin test مش موجود عندك هتعمل ايه احنا قلنا فيه اتنين test بنشوف بيهم مين بنشوف بيهم latent TV شرحناهم في المحاضرة بتاعت التفي ايه هم tuber clean ومين تاني ايه IG نسي تسمى بالضبط IG اجرى اجرى ايه القوانتيفيرون TB gold ده اسمه المشهور سيبك من اجرى خليك في القوانتيفيرون اسمه في الماركت قوانتيفيرون TB gold بالضبط اللي انعر عليك تمام فانت لو عندك لو عندك tuber clean skin test مش متوفر ينفع تعمل القوانتيفيرون TB gold ماشي بتعمله baseline اجزة time fix exposure يعني اليوم اللي اتعرض فيه او زي ما قلنا اليوم اللي هو عرفت انت فيه result وبيتعد ثاني بعد 12 اسبوع علشان تشوف ايه تشوف الconversion حصل ولا ما حصلش تمام طيب بيقول لك ال 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 راديو جرافز الشيست x-ray يعني are performed only on those with prior positive tuberculine skin test and who are currently symptomatic يعني لو حد already ظهر عليه symptoms هتعمله ش stradiograph علشان تشوف ايه تشوف ال ال اللي حصل ايه او العيان ده ايه اتعدى او ال ال وركر ده اتعدى او ما اتعدى اش وبيقول لك لو حد اميون بتعمله بتعيد التست تاني او بتعيد ال x-ray تاني بعد بعد 6 شهور تمام طيب لو لا قدر الله واحد من الاصطاف عندك اتعدى يعني خلاص هو يتعامل مع حالة وتعدى منها بقى active tv تمام او ما اتعمل ش مع حالة عادة من حد معه في البيت او عموما المهم عندك حد active tv في المستشفى عندك واحد من الموظفين active tv بتعمله ايه بيقول لك should be excluded from work until they are receiving adequate therapy تمام ما بيتعاملش بياخد اجازة لحد ما ياخد treatment اول حاجة ياخد adequate therapy من دكتور متخصص في الحالات دي ماشه يبقى ملتزم بالجرعات يبقى ملتزم بالtherapy اللي هو مكتوب له او cuff has resolved خلاص ما بقاش عنده cuff تاني او خدت منه ثلاث عينات spiutum عملت لهم زين نيلسون ستين فيلم او acid fast ستين فيلم والثلاثة طلوع نيجاتف ساعتها الراجل الطيب يقدر يرجع للشغل تاني تمام يبقى لو حد الهايلايت واضح كده يا دكتور الركومنديشنز بتاعت مبارح عيدنا في visit ماشي يبقى excluded لحد ما ياخد therapy لحد ما الكحة تروح لحد ما تاخد منه ثلاثة عينات spiutum والثلاثة ايه تعمل لهم acid fast film ويبقوا negative ماشي طيب هو الconversion يعني انا بقول الconversion الconversion لو كان الرقم احنا اخدنا قبل كده جدول المحاضرة بتاعة tb فيها كل واحد والindication بتاعه او tst conversion بتاعه بيكون ازاي يعني في ناس كان اكتر من 5 في ناس اكتر من 10 في ناس اكتر من 15 ملي متر تمام اللي هي enduration zone اللي هي ايه بتتقاس في المعمل بتتقاس بالمصار بيعتبر zero conversion او بيعتبر sorry conversion تمام طيب انت بقى في حاجة اسمحها الconversion rate المفروض انك انت لو بتتابع القصة دي عندك في المستشفى بتحسب الconversion rate للمرضى دول عشان تعرف البنشو ماركب بتاعك ايه او تعرف الدنيا عندك عاملة ازاي فيه في ناس بتتعدي عندك ولا مفيش ناس بتتعدي انت واخد فعلا control ميجرز بتاعتك ولا مش واخد محتاج تحسن ايه علشان ايه علشان تعمل الكلام ده في الريسك اسسمنت بتاعك وتعمل وتزبط البلان بتاعتك تشوف لو انت بقى ايه ناقص ناقص عندك supplies ناقص عندك ppe environment control عندك انت مش متحكم فيه كويس فهتبدأ تشوف ايه بقى corrective actions اللي انت هتعملها لو كان الconversion rate عندك عالي ماشي طيب الconversion rate بتحسبه ازاي بتحسب الجماعة اللي حصلوهم already الجماعة positive يعني اللي هم already حصلوهم conversion على العدد بتاع الناس اللي انت عملت لهم التست وتضرب في مية تمام انت عملت تست الخمسين واحد منهم اتنين حصلوهم conversion ظهر enduration اكتر من عشرة ملي يبقى اتنين على خمسين في مية ماشي ده الconversion rate بتاعك وازاي بتحسب تمام طيب الحاجة الثانية الهيباطايتس بي الهيباطايتس بي زي ما قلنا انك انت بيقولك اهو add the time of hire الهيس البرسونال اللي هم potential for exposure should be determined and zero vaccine status assessed يعني هو يئم جايلك من برا من الطاعم ومع evidence ان هو واخد 3 جرعات او طبعا لو اخد ان هو اخد 3 جرعات انت هتعمله بقى service antibody او تحليل التتر لو طلع زي ما قلنا اكتر من 10 يبقى هو امونيز لو طلع عقلي من 10 انت هتديله 3 جرعات تانين ماشي وقلنا زي مين قلنا الناس دول اللي قلنا هم الاطباء والتمريد والمغسلة والhouse keeping وزي ما قلنا لو هو خد 3 جرعات وبعدها بشهر انت عملت له التتر وطلع اقل من 10 بياخد 3 دوز تانين تمام بياخد 3 جرعات تانين وتعمله ريتست يعني تعمله بعد شهر برضو تعمله ال service antibody او تعمله التتر بيقول لك اهو if the worker is still non responder بتعمل ايه بقى خلاص مش هتعمله مش هتديله جرعات تانية هتعمله بقى service antigen لانه ممكن يبقى ايه ممكن يبقى عشان تتأكد يعني انه ما عندوش chronic antigen انه ما عندوش انه ما عندوش chronic HPV infection يعني تمام لانه لو هو اصلا HPV اصلا الفاكسين مش هينفع معه تمام وساعتها هتديله كل مرة يتعرض فيها العيان positive هاخد immunoglobulins فيه جدول بعد شوية هنشرح فيه التفصيل تمام بيولك بيولك النون رسپonders ما استجابوش قبل كده للسيرفلس انتباضي لازم تعمل لهم التست كل ست شهور طيب فين طيب بيقول لك زي ما قلنا هناك البروتكتد اكس بوجر للعيان اللي هو عنده تي بي وشرحنا انواعهم هنا برضو نفس القصة لو انت حصل اكس بوجر لعيان اتش بي بي اللي هو ايه بقى تعريفه ان هو تتعامل مع واحد بوزيتف اتش بي اللي هو الاتش بي سيرفلس انتجم بوزيتف او الاستيتاس بتاعته مش معروفة وطبعا يبقى الهيلس كير برسونال ده ساس بيكتد ساس بيكتد يعني ايه يعني اما مش مكمل سوري ساس بيكتد ساس بيكتد ساس بيكتد يعني مش واخد التلاجرات مش واخد فكسين اصلا او مش مكمل التلاجرات او ناني رس بوندر واخدهم مرتين قبل كده واه جسمه مش مستجيب ليهم يقولك اوه اوو فذي اكسبوست بيرسون اس 외كسjonaden لو هو الشخصده وايخد التلاجرات بس انا مش عارف الاميونيزاشن بتاعته ايه احنا عارفين ان في حاجة اسمها ايه في حاجة اسمها vaccinated وفي حاجة اسمها immunized vaccinated يعني انا خدت التطعيم لكن جسمي يكون اجسام مضادة ولا لا معرفش انا جاستي اسمي vaccinated طيب immunized يعني انا خدت التطعيم وجسمي يكون الاجسام المضادة على سبيل المثال vaccine بتاع hepatitis B انا خدت التلق جرعات اسمي كده vaccinated خدت التلق جرعات وبعدها بشهر عملت service antibody مطلع اكتر من عشرة اسمي كده immunized تمام فهو لو just vaccinated ولكن انا مش عارف هو بقى immunized ولا لا هتعمله ايه هتعمله baseline هتعمله في اليوم اللي حصل له في الاكسبوجر ده هتعمله hepatitis B هتعمله baseline test for anti-service antibody اللي هو service antibody سوري service antibody اللي هو التتر تمام طيب بيقولك baseline testing is not necessary if the exposed person has not been vaccinated يعني هو اصلا مش واخد التطعيم انت هتعمله هتعمله تحليل تتر هو اصلا مش واخد التطعيم هتشوفه immunized هو اصلا مش واخد التطعيم ولكن دلوقتي يعني مثلا في مصر اي حد بعد مواليد 95 بيبقى واخد التطعيم ده وهو صغير ساعة ما اتولد في اول يوم اتولد فيه تمام فانت ساعتها ممكن تعمله التحليل ده لو هو اكتر من 95 حتى لو مقاعمتهش عندك في المستشفى يعني هو حتى لو مش واخد التطعيم عندك في المستشفى ينفع تعمله service antibody ماشي علشان تشوفه هو immunized ولا مش immunized تمام طب لو هو ايه بيقولك if the exposed person has not been vaccinated begin the vaccine series as the time of exposure يعني جاستن هو يعني جالك باللغة قالك انا تعاملت معين positive B وتشكت منه او تعرضت للفلاوتز بتاعته او حصل exposure او باي طريقة من الطرق هتعمل ايه بقى هتستارت الفاكسين هتبدأ لو هو ايه مش vaccinated هتبدأ تديله في نفس اليوم تديله اول جرعة من الفاكسين وفي نفس الوقت تديله ايه الميونو جلوبيل تديله كم جرعة جرعة واحدة بس تديله جرعة واحدة بس من الميونو جلوبيل يبقى لو جالك شخص مش هتعمل ايه هتبدأ له الفاكسين اول جرعة من الفاكسين وتدي له ايه الاميونو جلوبيولين في خلال 24 ساعة يفضل في خلال من 24 72 ساعة او في خلال سوريا من 24 ل7 ايام او على حسب تعليمات الشركة على حسب تعليمات الشركة اللي انت جايب منها ايه الاميونو جلوبيولين ماشي الواقن الافضل والبيرفكت انك انت هتدهله within 24 ماشي طيب لو نانرسبوندر بقى لو هو اصلا نانرسبوندر بتدي له يعني النانرسبوندر ده عرفناه مين اللي خد الفاكسين اللي خد الدوزيز خد 6 دوزيز خد 6 دوزيز وبرضو جسمه ما كونش اجسام مضادة ساعتها هستارت تاني الفاكسين لا هتدي له جرعتين من الاميونو جلوبيولينز بينهم شهر هتدي له في اليوم بتاع الاكسبوجر جرعة من الأجسام المضادة وبعد شهر هتدي له جرعة تانية ماشي طيب حتة دي حلوة اللي هو بيقولك one of the frequently asked questions is الناس تاخد بوستردوز دايما هتستعيل السؤال ده قولك انا خدت تطعيم هبطايتس بي بس زماني من 20 سنة مش هتديني بوستردوز ما فيش حاجة اسمها كده الرابط بيني وبينك التتر تحليل التتر لو هو اكتر من عشرة انت خلاص اميونيزد وزيل فول اقل من عشرة تعالى هتديك تلك جرعات تانية تمام طيب any blood or body fluid exposure to unvaccinated healthcare personnel should lead to initiation of the hepatitis be vaccine series يعني جالك واحد اتعرض لاي blood or body fluid او check 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 عموما وانت مش عارف الحالة اللي تشك منها اصلا عندها هبطايتس بي ولا ما عندهاش او تشك من حاجة تشك مثلا من سيرنج كانت في كيس مثلا ويست فانت مش عارف السيرنج دي بتاعت مين اصلا لازم تبتديله هبطايتس بي باكسين سواء كان source patient ده positive او negative تمام طيب اهي الحتة اللي قولناها من شوية هبطايتس بي immunoglobulin is indicated it should be administrative as soon as possible after exposure يفضل في خلال 24 ساعة بيقول لك effectiveness بتاع immunoglobulins when administered later than seven days after exposure is unknown يعني الموضوع مش مضمون ان هو يحصل له immunization بعد ما ياخد immunoglobulin بعد سبعة تيام يفضل في خلال 24 ساعة حوارة سبعة تيام ده على حسب تعليمات الشركة المصانية يعني انا مثلا قبل كده كان immunoglobulin اللي جبناه كان يتاخد في خلال 72 ساعة خلال ثلاثة تيام تمام تمام طيب بيقول لك immunoglobulin is indicated it should be also administrative as soon as possible برضو في خلال 24 ساعة يعني لو حد حصل له exposure سواء كانت الحالة positive ونجد في طالما indicated انه هاخد الفاكسين في خلال 24 ساعة الدهول يفضل طبعا في نفس اليوم بتاع exposure تمام وبيقول لك ايه بيتاخد هو والاسم ده في two different sites بيتاخدوش مع بعض في نفس السيرنج وبيتاخد فين؟ بيتاخد الفاكسين بيتاخد فين؟ في الدلتويد مسل زي ما قول ماشي يقول لك for exposed persons who are for exposed persons who are in the process of being vaccinated but have not completed the vaccination series فاكسينيشن should be completed as schedule يعني هو واحد وااخد جرعتين وااخد zero وااخد one وجاء لك في الشهر الرابع حصل له الاكسبوجر ده هبدأ له هريتست هبدأ له آآ امتاعان طبعا مهم انحنا اللي بعارفين الحاجات ده فيها ولكن الكلام ده مهم ليك وانت شغال في المستشفى عشان تبقى عارف تمانج القصة دي صح ومحدش فاهم الكلام ده يعني هو اصلا انت لو سألت اي حد في المستشفى عن الكلام ده محدش بيبقى عارفه غالبا يعني تمام فا آآ خلوا بيبقى حتى لو لامتهان خلوا بيبقى الزي قليل مانت رؤتكم كده instance كتيره ممكن تيجي في trouxandra ماشي طا bull يقولك بيرسونز اكسبوس لتو هباتيتوس هباتيتس بي service Antigen positive لو 어 يعنيня service antigen بتاعه هو عنده هباتيتس بي لو اتعرض لأى حاجه من دول والرسفونس بتاع البرائمري فيكسين سيريس شود شود ريسيف اسينجل دوز اوف الاكسام مضادة انشود ري انشيات الهيباطايتس بي فيكسين سيريس ويزا فيرست دوز الهيباطايتس بي فيكسين اسوناس بصول يعني كلام مكرر تمام طيب نخش على الجدول ده ادي دي الانديكيشنز او الهيلس كير برسونال ستيتوس وده البوست اكسيبوجر تيستنج بتاع مين بتاع الحالة بتاع السورس بيشن اللي هو مين الشخص اللي انا اتعاملت معاه او اتعرضت او اتشكت منه او اتعرضت للبلاد او البادي فلوتز بتاعته ماشي ودي الهيلس كير برسونال ستيتوس بتاعت التطعيم بتاعه اخباره ايه هو اميونيز ولا مش اميونيز وهنا الاجسام المضادة انديكيتد ولا مش انديكيتد يعني هياخد ولا مش هياخد وهنا الوكسينيشن الحالة بتاعته يبدأ الوكسينيشن ولا ما يبدأش تمام واخر حاجة اميونيز 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 بيه او تشك من سيرنج احنا ما نعرفاش بتاع الشخص بوزتيف ولا نيجيف ولا ايه حكايته ياخد جرعتين من الاميونو ياخد جرعتين من الاجسام المضادة بينهم شهر تمام طب وبعد هنعمله تحليل مش هعمله تحليل انه اصلا خلاص انا عارفه نان ريسبوندر انا بديله اجسام مضادة جاهزة هو جسمه مش بيكون اجسام مضادة طب هو نان ريسبوندر والشخص اللي هو تشك منه ده نيجاتيف ما عندهش بوطايتس بي نو اكشن نيدد تمام طب ريسبونس النون افتر ثري دوزيس يعني الشخص ده فاكسيناتد ولكن مش اميونيز ما عملتلوش جسمه كون اجسام مضادة ولا لا تمام لو الشخص لو المريض بوزيتف او انون وانا بقى عملتلو التحليل وطلع اقل من عشرة اقل من عشرة هو ياخد جرعة من الهيباطايتس بي الامينو جلوبيلنز وهتديله ايه هتديله ري دوز تاني للفاكسين هبدأ انشيشا للريفاكسين للريفاكسينيش تمام وبعد ما ياخد التلعج جرعات التانيين هعمله ايه هعمله تحليل الاجسام المضادة هشوفه بقى اكتر من عشرة ولا لا لو بقى لو لسه فضل اقل من عشرة هيرجع يبقى في الحتة بتاعت ايه هاتديله هاتديله تاني الفاكسين ياخد تلعج جرعات تانيين طب سواء كان بوزيتف او نيجاتف وهو خلاص عمل التست وطلع اكتر من عشرة يعني اميونيزد يبقى نو اكشن نيد خلاص تمام طب لو واحد واخد جرعة او جرعتين او في ناس بترفض انها تتطعم لو تعامل مع شخص بوزيتف تشك من شخص بوزيتف هياخد جرعة من الاميونو جلوبيولينز ويكمل زي ما قلنا الدوزز بتاعته زي ما هو لو كان مسلا واخد جرعتين هياخد الجرعة التالت في معادها بس هتزودله انه ياخد جرعة بتاعت الأجسام مضادة طب لو تعامل مع شخص نيجاتيف مش هياخد أجسام مضادة ولكن يكمل برضو الجرعات بتاعته في نفس المعاد طب الريفيوزر الريفيوزر لو تشك من شخص بوزيتف هتديله الجرعات هتديله هتديله جرعتين هو اصلا مش راض ياخد الفكسين فهياخد جرعتين مش جرعة واحدة تمام واضحة حد اللي فيها اي سؤال الجدول ده مهم عايزين نحفظه زي اسمينة هو الجدول ده اللي هو يعني هيسهل لك كل الكلام اللي احنا قلناه وارغ اطبعه وخليه عندك في المكتب وبتيجي منه كيس سكتيل في الامتحان حد عنده اي سؤال جماعة لو حد حاب بنعيده تاني جميل طيب نخش على ايه طبعا دي النوتس اللي بتبقى على الجدول اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى النجمة والعلامة ولمش عارف ايه فانا حطيتها برجو وشالله حد عايزي اقرأ حاجة الهيباطيتس C الهيباطيتس C مالوش بوست اكسبوجر بروفيلاكس مالوش 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 امينو جلوبيلينز تمام وانك انت تدي انت برضو نوت انديكيتد there is currently no بوست اكسبوجر بروفيلاكس بور هيباطيتس C فيروس تمام ولكن لو جالك حد تشك من شخص بوست في هتعمله برضو تحليل هتعمله baseline وتعمله التحليل التانية بعد 6 شهور هي في حتة احنا هنا ما ونهاش بقى بتاعت 6 شهور دي طيب اشان ما نرجعش كتير يبقى هيباطيتس B وهيباطيت C بتعمله baseline وبتعد له التحليل التانية من 4 على 6 شهور بتعمله baseline B C وبعد من 4 على 6 شهور بتعمله التحليل التانية علشان تشوف هو لسه كويس ولا حصل له infection ولا عاز بالله بتعمله ايه تاني بالنسبة ال HCV بتعمله ايه تاني بتعمله ALT يعني بتعمله الهيباطيت سماركر زي طيب لو انت مش عايز تستنى 4 6 شهور ممكن تعمله ايه BCR BCR بتعمل في خلال من 4 على 6 أسابيع ممكن تعمله baseline ممكن تعمله baseline بداية الanti HCV عادي وبعد من 4 على 6 أسابيع تعمله لو انت مستعجل يعني عاستعرف النتيجة او عندك امكانية تعمله BCR علشان تشوف هو ايه الاكس بوجر بتاعه حصل له ايه تمام طيب قولنا قبل كده قولنا 3% تمام وقولنا الاكسبوجر ده الاكتر فيه هو هبطيتس بي بيوصل لحد 30% وأقلهم الHIV بيبقى حوالي 3 من 10% تمام طيب بيقول لك الworker who has been exposed to HCV should refrain from donating blood and plasma organs tissues and semen طيب بالنسبة لك انت recommendations بتاعتك بيقول لك there is no existing recommendations regarding restricting the professional activities of health care personnel with HCV infection يعني لو واحد جايلك وشغال في المستشفى وبوضة HCV عنده هبطيت C هل في اي restriction عليه لا مالوش مالوش اي restriction يعني مش زي TP اللي احنا قلنا له من شوية لا يبقى restricted انه يتعامل مع المرضى لحد ما يخف طيب ده لا ما ما فيش اي restriction عليه تمام طيب الهبطيت C sorry HIV Human Immunodeficiency Virus برضو baseline وتعمل بعد 6 شهور يبقى انت لو جالك واحد تشك هتعمل baseline B C HIV B هتعمل معها service antibody يعني هتعمل service antibody وال H وال C هتعمل معها ALT وهذه HIV تمام وتعيد التحاليل دي تاني تعملها بعد 6 شهور ماشي طيب HIV ل post exposure prophylaxis تمام بياخد antiviral therapy ولكن مثلا في مصر هو بيقول لك refer يعني انت بتديله حاجة في المصفل فلا مش بنيديله حاجة بتعمله refer refer لأقرب مديرية صحية ليك ليه بقى عشان هم هنك بيدولوا post exposure prophylaxis وبيسجلوه عندهم ليه برضو علشان هو بيتاخد مرة واحدة بس في العمر فهما بيسجلوا الدات دي عندهم تمام ما عرفش بصراحة في السعودية ايه اللي بيحصل ولكن مصر ده اللي بيحصل فيه يعني لو حد اتشك من عيان post في HIV انا هعمله ايه في المستشفى هعمله جاست التحاليل ولكن هعمله رفير لمديرية الصحة علشان ياخد post exposure prophylaxis تمام هو هنا مقسم HIV لclasses يعني class 1 وclass 2 تمام هتلاقي هنا الشرح بتاعهم ماشي بيقول لك هو class 1 اللي هو asymptomatic HIV infection or non low viral load اللي هو اقل من 1500 ماشي طيب class 2 واحد symptomatic اللي هو طبعا ايه بيبقى ده more severe يعني ماشي واحد symptomatic HIV او AIDS تمام او high viral load اكتر من 1500 ده اللي هما classes 1 و 2 تمام طب بالنسبة للexposure في less severe و more severe اللي هو ايه اللي هو زي بيقول لك اللي هو solid needle or superficial injury طيب more severe بيقول لك needl from sharp disposal container تمام طيب بالنسبة لو هو less severe و class 1 recommended ان هو ياخد two drugs post exposure prophylaxis في ستة انواع او ستة drugs هما بيدوهم كpost exposure prophylaxis ما حبيتش نوجع دماغنا بيهم تمام ولكن بيقول لك less severe و class 1 بياخد two drugs as a post exposure prophylaxis طيب class 1 و more severe بياخد غالبا three day post exposure recommended expanded three day post exposure prophylaxis class 2 لو هو less severe recommended expanded three drug post exposure prophylaxis لو هو more severe و class 2 recommended اكتر من 3 drug post exposure prophylaxis و نفس القصة لو كان ايه لو كان التعرض ده لfluids او non intact skin طبعا لان التعرض للfluids بالنسبة لhiv بيكون اقل في نقل العدوى مش اكتر the average risk for transmission of hiv by exposure type is 0.3 percent 3 10 و 1 10 % لو تعرضت to mucus membrane contact واقل من 1 10 لو non intact skin خلي بالك الحاجات دي ممكن تجي لك msq تجي لك الاختيارات تمام طيب كلام مقرر كده احنا خلصنا الهيباطا tivirus وخلصنا التب طيب الفاريسيلا لو حصل اي exposure لعيان عنده فاريسيلا should be excluded from the utis من اليوم العاشر بعد الاكسوبوجر لحد اليوم الواحد وعشرين او لحد مالليجنز لو هو خلاص تصاب اكتف suspected او if an unvaccinated susceptible person is exposed to varicella يبقى excluded من اليوم العشر لليوم الواحد وعشرين after exposure لو هو suspected ما ظهرش عليه اعراض لو ظهر عليه اعراض until all lesions are dry and crusted لو if varicella occurs يعني الظهر عليه اتصاب بقى مش suspected تمام طيب F0 negative exclude person from duty من اليوم العشر اللي قلناها لو في fever او upper respiratory tract symptoms او rash exclude from duty ماشي طيب الvaricella zoster immunoglobulins لو immunoglobulins بتاعتها has not been recommended for immune competent personnel تمام يعني لو هو شخص سليم المنق مش immunocompromised يعني مش indicated انه هياخد immunoglobulins طيب لو خد او لو واحد immunocompromised خد بدل ما كان بيتعزل من اليوم العاشر لليوم الواحد وعشرين هنزود اسبوع يبقى من اليوم العاشر لليوم الـ تمانية وعشرين تمام طيب المننجيو coccal diseases DU2 طبعا النيسيريا meningitides شرحناها قبل كده البوست exposure البروفيلاكسس بتاعها ايه اما بياخد ريفامبين 600 ميلي جرام أورلي كل 12 ساعة لمدة يومين او بياخد single dose وده الاشهر single dose من السيبروفيكسسين 500 ميلي جرام أورلي او single dose من 250 ميلي جرام IM وفيه طبعا ازيسرومايسين ينفع ولكن دول التلاتة الاشهر والريفامبين مش بيدو برضو علشان هو محافظين عليه علشان TB عشان الريزيستنس فغالبا الناس بتاخد يا إما سيبروفيكسسين يا إما سيفترياجزون السيفترياجزون سيف مع البرغنانسي يعني لو واحدة بريغنانسي مش هينفع تاخد السيبروفيكسسين ولكن هنديها دوز من السيفترياجزون ماشي يقولك it is currently recommended to offer pre-exposure vaccination يعني لو حد شغال في معمل وبيشتغل مع حالات النيسيريا من نينجيتيتس دي على قول بياخدوا الأفضل أن هم ياخدوا pre-exposure بروفيلكس ده حاليا بتاعتهم يعني تمام وده البست إكسبوجر بروفيلكس هل هيحصل من الشغل لا مافيش تمام طيب أي برضو النون بروتكت إكسبوجر هو زي ايه هنا اتعامل مع حالة عندها من نينجيتس بكتيريا من نينجيتس وهو مش لابس موسك أو عمل موس تو موس ارسيسيتيشن أو شارك في انتيوباشن أو اي حاجة من الحاجات اللي بتولد عنها ايه بتولد عنها ارسولز تمام بيقولك البروفيلكتك البروفيلكتك ثيرابي شودي ادمنستيليتد افتر زي ان بروتكت اكسبوجر على طول طيب نيجي للجماعة بتوع الميسل والمامز والروبيلة الحاجات طبعا احنا كلها شرحناها قبل كده في المحاضرات فدي كل ده تجميع للكلام ده تمام طيب الروبيلة الروبيلة لو حد تعرض العيان عند ربيلة بنعمله بنعمله من اليوم السابع من الاكسبوجر لحد اليوم الواحد وعشرين من السابع لحد الواحد وعشرين الفريسلة كانت من العاشر لحد الواحد وعشرين تمام ده لو هو ساسبكت ماشي طيب الميسلز لو حد حصل اكسبوجر نفس القصة بيحصل اكسكلود من اليوم الخامس لحد اليوم الواحد وعشرين ماشي طيب المامز من اليوم التاسع من الاكسبوجر لحد اليوم الستة وعشرين من الاست اكسبوجر من اليوم التاسع من اول اكسبوجر لحد اليوم الستة وعشرين من الايه من الاست اكسبوجر بيحصل له ايه بيحصل اكسكلود ماشي طب لو بقى عين لو حصل واتصاب بنعزله لحد اليوم الكام ها هتبين دي انتم مذكرين الا مش مذكرين لحد اليوم التاسع بعد حدوث البروتايتس حد اليوم التاسع في جدول في الاخر انا هريحكم في جدول في الاخر هيبقى فيه متجمع كل الداتة دي فاكرنا المحاضرة طيب الاسكيبيز والبيديفيولوزيس اهو لو واحد منهم عنده سواء كان عنده سكيبيز او بدكيولوزيس شوط بي اكسيكلود فورم ديوتي انتل زي رسيب الابروبريت انشيال تريتمنت and it is found to be effective لحد مايبقى كلير يعني حد ماياخد التريتمنت يبقى كويس تمام طيب خش على البروتاستس البروتاستس بقى مش اكسيكلود يعني لو واحد اتعامل مع حالة عندها سؤال ديكي و سسبيكتد اكسبوز يعني اكسبوز تعرض ولكن هو مش مصاب مش اكتف مش محتاج انه بيأكسيكلود من الشغل مش محتاج انه ياخد اجازة مراج تمام طيب لو لقدر الله اتعرض وبعدين اتصاب جاله سؤال ديكي بيحصل له اكسيكلود اهو شود بي اكسيكلود امتل 5 days after the start of appropriate سيرابي ماشي يعني حد خمسة ايام من بداية الانتي ميكروبي التريتمنت اللي هو هياخد طيب الانفلونزا لو الهلسكير برسونال اصلا ظهر عليه اعراض انفلونزا او اي الانفلونزا ميكروبي الانفلونزا تمام وما يعملش بقى اي patient care activities وتبلغ الانفكشن control وال supervisor بتاعه تمام طيب يتعزل لحد امتا اللي هو ظهر عليه يتعزل لحد خمس ايام من حدوث العدوى او ظهور الاعراض او بعد 24 ساعة من ان الفيفر تروح منه ايهما اطول ايهما اطول يعني هو لو الفيفر راحت بعد اربعة ايام لا يكمل الخمس ايام لو الفيفر راحت بعد سبعة ايام يكمل السبعة ايام بب لو جالك ولسه عنده اعراض الافضل لو هو بيتعامل مع جماعة immunocompromised لا يبقى excluded خالص لحد ما يبقى completely asymptomatic تمام او ممكن تعمل حاجة تاني تخليه ما يتعامل مع الpatient يعني ما يعمل بش انت كير activities يعمل حاجات تاني اشتغل شغل ايداري او اي حاجة تاني ماشي طيب لو واحد في بقى diseases ملهاش post exclusion prophylaxis زي مين زي الجماعة اللي هم ايه اللي بيجي لهم herb simplex virus اللي هو زي الجماعة اللي هم بيجي لهم اله herbatic white loader تمام دولا برضو بيحصل لهم exclude لحد بيقول لك البرسونال with oroficial herb simplex should be instructed to cover and not touch infected lesions observing الهند is mandatory precautions need to be taken to prevent secretions from the lesion from having contact with patient with dermatitis تمام الجماعة اللي عندهم الهربatic white loader بيبو excluded الجماعة اللي عندهم بق shingles الهرب zoster بيقول لك الهل secure organizations may consider excluding البرسونال with zoster from work until their lesions dry and form across to be dried and crusted and crusted and not with high risk patients especially the new needs and infants cmv cytomegalovirus standard precautions standard precautions not excluded there is no need to reassign pregnant heart-scale personnel from caring of these patients parents يعني ما مش ما فيش نيد لكده تمام طيب البروفيروس اللي هو ال p19 بيقول لك من قبل ظهور الراش لحد سبعة أيام بعد ظهور الأعراض تمام البرسنال يقولك البرسنال برضو مالوش الكسكولودو مالوش بوستكسوجل بروفيلكسيز الـ RSV بيبقى أكسكولودو من الكير للهي ريسك بيشنز الهي ريسك بيشنز على رأس هم مين؟ طبعاً الـ RSV في مصر حالياً خارب الدنيا تقريباً 90% من الأطفال في مصر في الفترة الحالية دي عندها ريسبيراتوري سينيسيتي الفيروس لو ما بيسموه الفيروس الاخلاوي بانوا الفيروس المخلاوي طبعاً على رأس الـ High Risk بيشانس دولة مين؟ الأطفال والناس الكبار في السن لو واحد عنده أي حد من الستوف جاله ريسبيراتوري سينيسيتي الفيروس هو من اللي بيصيب؟ من اللي بيصيب الأطفال وكبر السن فإكسيكلودت فروم كيرينج الـ High Risk Patients وطبعاً أي حد عنده ريسب فاكتور الزانية الـ Immune Compromised أو غيره تمام؟ طيب الاستفيله كوكس Infection or Carriage يعني لو واحد عنده Infection بمرسة أو بيستفقورية سعادية ما بيقيتش مستسلم أو Carrier ليها عملت له نيزة لسواب وطلع Carrier تمام؟ بيقولك البرسونال with draining lesion يعني لو هو Infected وعنده lesions ودرين والكلام ده كله وهو Suspected to be caused by stuff aureus أو MRSA need to be excluded from patient care والfood handling لو كانش عمل في مطبخ كانش عمل في الكافيتيريا كانش عمل في أي حاجة لحد ما إيه لحد ما يبقى negative لحد ما ناخد للديرين أو ناخد للليجون أو ناخد للسكريشنز كالشار ثاني ويبقى completely clear خلاص بقى negative تمام؟ أو ممكن تريستريكت من ثاني لو واحد ايه لو واحد هو epidemiologically مشكوك فيه إن هو ايه ممكن يكون بينقل المرسى infections تمام؟ طبلا هو carrier not be excluded ماشي؟ طيب الMDR عموما يعني مش بس المرسى الESPL الXDR الVRE أي حاجة مفيش recommendations للrestriction برضو not be excluded لو كان هو ايه لو كان هو colonized لو كان هو carrier طب لو كان هو infected نفس الكلام اللي قلنا على المرسى هيتشال من الpatient care activities ومن ايه ومن الفود handling لحد ما يبقى completely clear أوكي؟ طيب ده الجدول اللي أنا بقول لكم عليه ده في كل حاجة احنا طبعا مش كل الحاجات دي شرحناها هو مش كل الحاجات دي شرحها ده جدول جاي من هم جايبينه يعني من reference تاني بيقول لك هو disease والwork restriction with duration فالجدول يبقى reference معك واحد عند congenitivitis restrict from patient activities لحد امتى لحد until until nd nd يبقى هناخد مثلا لو لو stage لو هو في المرحلة stage restrict from care of high risk patients until symptoms resolve add to restrict workers from care high risk patients if hands لو على d التي هي herbatic white loll التي قلناها من شوية restrict from patient care activities until lesions heal الميسلز في حاجتين اللي احنا قلنا البوست اكسبوجر بس الاكتف هيتعامل نفس معاملة الاكتف اللي هناك لو بوست اكسبوجر قلناها ايه هيحصل له اكسيكلود فوروم ديوتز من اليوم الخامس لحد اليوم الواحد وعشرين افتر لاس اكسبوجر او لحد اربعة ايام من ظهور الراش لو اكتف لو هو خلاص اتصاب لحد سبعة ايام من ظهور الراش المينجيكوكا الانفكشن لحد 24 ساعة من الانتي ميكروبيا التيرابي المامز لو اكتف لحد تسعة ايام زي ما قلناه من البروتايتس لو بوست اكسبوجر بس ما ظهرش عليه اعراض من اليوم التاسع لليوم الستة وعشرين الروبيلا اكسيكلود لو اكتف اكسيكلود لحد خمس ايام من ظهور الراش لو بوست اكسبوجر اكسيكلود من اليوم السابع لليوم الواحد وعشرين ماشي؟ ماشي يا جماعة الخير؟ فالجدول ده نبقى اريينه او نبقى حافظينه لانه هو مهم جدا وهتيجي فيه اسئلة اكيد 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 ماشي؟ المحاضرة بتاعت النهاردة دي فيها اربعتاشر سؤال في الامتحان اربعتاشر سؤال ماشي لانه زي ما انتم شايفين هي related بشباتر ثاني احنا شرحناها هي تجميع الحاجات جوه الشباتر وفيها بعض الاضافات الاوليلة زي القصة في عكباتيتس بي وياخد كام دوز طب لو هو مش vaccinated نبدي له ايه الحاجات دي تمام؟ فالمحاضرة بتاعت النهاردة صغيرة ولكن مهمة جدا وكلها معلومات وهيجي فيها اربعتاشر سؤال حتى عنده ايه سؤال انا خلاص خلصت هسيبكوا تشوفوا ماتش المغرب ان شاء الله المغرب تفوز بقى وتقابل الارجنتين في النهائي ان شاء الله شكرا جزيلا دكتورنا المحاضرة واضحة ولا فيها ايه مشاكل؟ واضحة ان شاء الله واضحة جدا بس يبغى انها عادة نثبتها بشكل قوي طيب الله المستعين اقراها مرة في التانية كده هتثبت معاك ان شاء الله باذن الله اوكي شوفكوا على خير ان شاء الله يا مالكريم الله يسلمك اصلنا لأول بس نعمل